نحو تعقيد أكبر تتجه العلاقة بين بغداد وأربيل في ظل رفض سلطات الإقليم قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية بيع الإقليم للنفط إلى الشركات العالمية من دون موافقة بغداد لأن الحلول ممكنة بحسب خبراء في حال تمكن البيت الكردي من توحيد أطرافه السياسية القرارات المحكمة الاتحادية وفق الدستور هي باتة وملزمة وأعتقد أن الإجراءات التي ممكن تواجهها سلطات في كردستان هي مثل ما بدأت تحرك من وزارة النفط الاتحادية تجاه الشركات المنتجة والشركات العاملة في كردستان الشركات المشترية والناقلة للنفط في كردستان البنوك والمصارف تقييدات كثيرة تضعها وزارة النفط وممكن مع الجهات قطاعية أخرى في الحكومة العراقية باتجاه التضييق على كردستان وحرمانها من عملية استمرار في بيع النفط والغاز أو امتلاك الأموال الخاصة بالنفط والغاز استمرار الرفض الكردي قد يدفع بغداد نحو خيارات أكثر إيلاما لكردستان وعلى رأسها فرض عقوبات على الشركات النفطية العاملة داخل الإقليم بإمكان وزارة وزارة النفط والحكومة الاتحادية الذهاب إلى المحاكمة الدولية وإلزام شركات النفط العاملة في شمال العراق وإلزام الشركات التي تشتري النفط وإلزام الحكومة التركية هذه ثلاثة إلزامات تلزمها بعدم التعامل مع هذا النفط باحتبار النفط مهرب وتعريض من يتعامل معه إلى العقوبات والغرامات يفترض أنه بالطرفين الجلوس على طاولة المفاوضات إصرار بغداد على فرض حقيتها الدستورية على جميع موارد البلاد قد ينهي وفق مراقبين مساع كردية لإبرام عقود توريد للغاز باتجاه أوروبا وحدها طاولة الحوار كفيلة بحل الخلاف بين بغداد وأربيل حول قانون النفط والغاز خصوصا بعد أن بات تصدير الإقليم للنفط غير قانوني بقرار قضائي حيدر الأسد سكاينيوز عربية بغداد